تقرير جديد يوثق أرقاما جديدة لسوريين قضوا بالألغام الأرضية تتعدد أدوات القتل في سوريا وكذا القاتلون إلا أن نظام وحلفائه يوصفون بأنهم المتهمين الأوائل في جل أوجاع السوريين وبينما يصعب تحديد من زرع الألغام التي تودي بحياة المئات من المدنيين تبقى المعلومة الوحيدة أنهم قتلوا بلا ذنب فوق تراب أرضهم أثناء الزراعة أو اللعب وغيرها مما يمارسه صاحب الأرض فوق أرضه التحالف الدولي للقضاء على الذخائر العنقودية في تقريره الجديد قال إن سوريا سجلت أكبر عدد من ضحايا الألغام في 2020 متقدمة على أفغانستان بعدد بلغ 2729 شخصا ما بين قتل وموصى إحصائية تربعت على رأس قائمة أرقام الموت التي يوثقها المرصد منذ عام 1999 ولأن الأطفال أكثر من يلاسق الأرض ربما كان لهم نصيب الأسد من الألغام بنسبة 50% من إجمالية ضحايا منذ ربيع 2011 يوضح التقرير أنه رغم انخفاض نسبة نساء المصابات مقارنة بالرجال إلا أنها تصاب من طرف آخر حين ينعكس ما يصيب معيلها عليها وهنا ثمت ما يقال إن ضحية قد تكون سالمة الجسد وحية الروح سوريا البلد غير الموقع على معاهدة حظر الألغام بات البلد المتصدر لضحاياها في عهد حكم نظام عائلة الأسد وهي وسيلة من وسائل الموت والتعذيب الموثقة والتي يتهم النظام بالأدلة عن الوقف خلف معظمها